طبعا انت دلوقتي وبعد كل اللي حكينا ده بقيت متأكد ان الحواجز والجدران سواء مادية او معنوية موجودة من زمان جدا وفي كل حتة في العالم تقريبا النهاردة بقى نتكلم عن واحدة من اهم دول العالم ولليها تاريخ طويل جدا بلد البيكبين والدور الانجليزي والجنيل السترليني معانا ومعاكو بريطانيا او المملكة المتحدة لو ربنا فتح عليك وسفرت بريطانيا وعرفت تتماشى في انحاء المملكة المتحدة العريقة واللي تعتبر الوريس الشرعي لامبراطورية بريطانيا العظمة اللي كانت ما بتغيبش عنها الشمس زمان دي هتلاقي في وشك قرب حدود انجلترا وسكوتلندا كده بقايا واحد من اقدم الاسوار التاريخية في اوروبا وهو جدار هادريان السور ده اتبنى سنة 122 ميلاديا يعني ما شاء الله داخل على الفين سنة ممتد الحوالي 117 كيلو متر وفيه اجزاء منه يعني بيوصل ارتفاعها لاربع ونص متر عمق السور حوالي 3 متر وكان محفوره قدامه يعني خندق محترم عمقه كان تقريبا 4 متر وعرضه حوالي 9 متر طب هو الانجليز بنو السور ده عشان مين ان شاء الله لو اصراحة الانجليز ما بنوش السور ده اصلا لان ساعتها ما كانتش لسه فيه دولة اسمها بريطانيا من اساسه ولا حتى كان فيه سكوتلندا ولا فيه ويلز ولا ايرلندا ولا اي حاجة من دول الدونية ساعتها كانت سايحة على بعضها كرايا متأسمة مناطق نفوز للقبائل الاوروبية اللي عملين يحاربوا في بعض زيهم زي اي قبائل في الوقت ده لكن اللي بانا السور ده هم القوة المنظمة والامبراطورية اللي كانت في عز قوتها ساعتها روما الرومان هم اللي بانوا السور عشان يحميهم من هجمات القبائل الاوروبية يعني نعتبر السور ده عشان يفصل بين انجلترا اللي كانت تحت سيطرة الرومان وبين المساحات الواسعة اللي عايش فيها القبائل الاوروبية لدرجة ان كان بيتقالع على السور ده ساعتها انه هو الفاصل بين الحضارة الرومان والهمجية القبائل دول بقى ولحد النهاردة لسه فيه نكة وقفشات بين الإنجليز والسكوتلنديين على موضوع التحضر والهماجية ده رغم أن الصور هادريان ده اتهد أغلبه من زمان جدا وهنحكي إزاي دلوقتي صور هادريان كان رمز المبدأ إحنا وهم يعني اتبنى أصلا على الأساس ده والمدة 1500 سنة فضل الصور فيهم موجود وفكرة التفريق بين الناس اللي جوا الصور والناس اللي برا موجودة برضه لكن في النهاية اتهد الصور بعد رحيل الرومان والناس خدوا الحجارة بتاعته وبانوا بيها بيوت يسكنوا فيها ومن حجارة الصور كمان اتبنى كنايس في الوقت ده يعني الوقت اللي انتشرت في المسيحية وانهارت روما وانتهى وجود الرومان في بريطانيا كلها تعالى كده نرجع الشريط شوية ونبدأ الموضوع واحدة واحدة عشان نوضح الصور الرومان لما دخلوا عشان يحتلوا المنطقة كلها ما كانش ده أول تعامل بينهم وبين القبائل الأوروبية بالعكس القبائل دي ورغم أنها يعني متفرقة وفي بينها وبين بعض حروب وخلافات إلا أنهم كانوا عارفين روما كويس وكان في بينهم وبين روما معاملات وطرق قوافل وتجارة وليلة كبيرة يعني لكن كعادة الامبراطوريات في الوقت ده كان لازم الامبراطورية الرومانية تتوسع في الأول الجيش الروماني استقر في الجنوب الشرقي للمنطقة وبعدها بدأ واحدة واحدة يتوسع في تجاه الشمال في حوالي 11 قبيلة استسلمت للرومان ويادر الرومان فعلا يبسطوا نفوذهم لغاية حدود ويلدز ويادروا فعلا هم يسيطروا على جزء من أراضي سكوتلندا حاليا لكنهم قرروا يتراجعوا ويأمنوا الحدود اللي سيطروا عليها الأول ويبنوا صور هادرياندا طب وليه يعطي يعني جايين كل المسافة دي وهم كلفين نفسهم وصرفين وهم جاهزين حاملة عسكرية وأسلحة وجنود وكل الهايلماندا عشان يكسبوا أرض وبعدين يرجعوا يسيبوها تاني طب ليهم أكملوش وسيطروا على شبه الجزيرة كلها ويزودوا مكتسباتهم الإجابة ببساطة لأن المنطقة كلها أو شبه الجزيرة منطقة كبيرة جدا وعشان ينشروا قواتهم فيها كلها يبقوا محتاجين أضعاف أضعاف تكاليف الحملة ده غير إن الساعات يعني تبقى المستعمرة بتاعتهم مهددة بخطرين الأولاني أن يحصل عليهم غزو وهجمات عن طريق البحر وده بالمناسبة كان منتشر جدا يعني وبيحصل ساعتها يعني سواء من جيوش نظامية أو جماعات مرتزقة والخطر التاني أن يحصل ثورات والطرابات في المنطقة اللي سيطروا عليها ويبدأ الناس يزمزقوا بقوا كل شوية يطلع للرومان واحد زي الحجة وليام ولس بتاع بريف هارت ده يقعد بقى يسخن الناس وفريضا بقوا والكلام اللي بدائي المستعمرين ده عشان جدا قررت رومانها تتراجع عن المناطق الشمالية وتبدأ تبني سور هادريان بين الحدود البريطانية والحدود الاسكوتلندية وتكتفي بالمستعمرة دي وبرك الله في مرزق وبسبب الموضوع ده والحد النهار ده هتلاقي يعني فيه فرق واضح جدا بين طبيعة شعوب زي اسكوتلندا وويلز وبين انجلترا يعني هما صاح كلهم مواطنين في المملكة المتحدة زي بعض لكن من زمان قوي والاختلاف ما بينهم موجود وحاضر بخوف الناس اللي عاشوا جوا سور هادريان ده ورغم انهم تحت احتلال الرومان الا انهم عاشوا في مجتمع متطور في زراعة وفي مدن ولي طبيعة مختلفة عن الناس اللي عاشوا برا السور وكملوا حياتهم القابلية بطبيعة البدو وكمان كملوا في نضالهم ضد الرومان ومسى سلموش وفتكر الموضوع ده كويس لان تاريخيا ده كان اول فرق يعمل مبدأ احنا وهم بين الشعوب دي رغم ان تاريخهم وماضيهم وحتى حاضرهم بيقولوا ان هم متقربين جدا والحد النهار ده عايشين مع بعض في وطن واحد وليهم جنسية واحدة ده الحد دلوقتي على القل يعني فهو قولك ليه كمان شوي خلينا في موضوعنا دلوقتي وتعالى نروح لسنة 211 ميلادي يعني بعد اكتر من مئة سنة من احتلال الرومان لبريطانيا هتلاقي ان السور اللي تبانى ده مش هو الحاجز الوحيد اللي فرق الناس لان في السنة دي تحديدا بدأ الرومان يقسموا المنطقة اللي تحت سيطرتهم كمان لمناطق مختلفة وكل منطقة على حسب طبيعة السكان والنشاط الاقتصادي بتاعها يعني نقدر نقول كده ان المستعمرة الرومانية الكبيرة اتقسمت لولايتين اصغر بريطانيا الجنوبية ودي كانت اغنى منطقة وعاصمتها لندن ودي المنطقة الارب للرومان وبالتالي فيها تواجد اكبر من القادة والنبلاء الرومان وخطوط تجارة اوسع واستقرار اكبر وسوق اقتصادية اوسع وكذا وكان فيه كمان بريطانيا الشمالية او بريطانيا العليا وعاصمتها تبقى يورك ودي ولاية اصغر شوية في الامكانيات يعني نقدر نقول بشكل عام كانت اقل يعني اقتصاديا وفي مستوى المعيشة للافراد كلهم يعني لكنها برضو كانت ولاية رومانية محترمة ليها وزنها والتأسيمة دي لحد النهاردة برضو هتلاقي ليها اثرها في بعض الاختلافات اللي موجودة فعلا بين سكان المنطقتين دول ونظرتهم لبعض وبكرة خلي بالك بقى بتزيد التأسيمات والفروقات بين الناس هناك وبيزيد معها مبدأ احنا وهم يعني احنا اللي في الجنوب غير هما اللي في الشمال واحنا عموما اللي جوه الصور سواء شمال او جنوب غير هما اللي برا الصور كان نفسه والله يقولك ان التأسيمات والفروقات خلصت لحد كده لكن ما عصلش لان على قرب سنة 300 ميلادي كده حصل في المنطقة تأسيمات اكبر وبدأ كل جزء يبقى عامل زي اقليم او محافظة لوحده كده يعني منطقة في الشمال ومنطقة في الجنوب وويلز وهكذا وكل منطقة من دول بقى لها طبيعة مختلفة وظروف مختلفة وحدود مختلفة وفضلت تزيد الاختلافات والتأسيمات ويزيد معاها تواجد فكرة او مبدأ احنا وهم واستمر الوضع كده لحد ما قربنا على سنة 400 ميلادي لما بدأ الرومان بقى يضطر ان هم يخرجوا من منطقة كلها ويرجعوا بلدهم وده بسبب خلافات وصراعات حصلت في روما نفسها على السلطة وزي اي مستعمر بعد ما بيضطر يسيب المستعمرة بتاعته ويمشي بيسيب في حكم المستعمرة دي ناس ليهم ولاء له عشان يفضلوا محافظين على مصالحهم وده حصل فعلا لكن بريطانيين وقتها كان بقى لهم سنين طويلة تحت الاحتلال الروماني ومعندهمش خبرة كويسة او في موضوع ادارة الدول ده والاهم ان ما عندهمش جيش قوي يقدر يحمي حدود المستعمرة زي ما كان الجيش الروماني بيعمل لكن مين بقى لباله اكتر من قرنين من الزمن مرمي برا سور هادريان ده وعيش حياة القتال والكر والفر وعمره ما استسلم للرومان ايوة القبائل الاوروبية اللي استغلوا خروج الرومان ورجعهم لبلدهم وقرروا ان هما يعملوا هجمات مرتدة خطيرة على بريطانيا وبالفعل قدروا ان هما يخترقوا سور هادريان ده ويدخلوا ويسيطروا على اجزاء من الاراضي الدخلية ودخل البريطانيين استنجدوا بروما وساعتها الجيش الروماني ما كدبش خبر ورجع حرر بريطانيا وقام منها من هجمات القبائل دي وقام مسلم البريطانيين البلد وماشي طب تفتكر الموضوع خلص على كده اكيد لا زي ما انت توقعت بالظبط يعني الرومان رجعوا بلدهم من هنا وبدأت القبائل الاوروبية تاني تتجمع وتنفذ هجمات على الصور من هنا والتاني مرة يقدروا يخترقوا الصور ويستحوزوا على مناطق اكبر من بريطانيا والتاني مرة البريطانيين يستنجدوا بالرومان اللي تحس ان هما كانوا وقتين السكة مؤيسة بقى وفعلا يجي الجيش الروماني ويحرر بريطانيا من تاني ويعلم البريطانيين ازاي يرمموا الصور من تاني ويسلمهم البلد ويرجع تاني تفتكر الموضوع خلص على كده اكيد لا اللي تالت مرة بتحصل هجمات من القبائل الاوروبية وإداروا يستحوزوا على اجزاء اكبر من الاراضي البريطانية وكالعادة بعت البريطانيين يستنجدوا برومان لكن المرة دي روماني قررت لهم مكانش نعز والله بقى احنا نفسين غيرقانين في مشاكل وصراعات سياسية ومشفظين يعني الامبراطورية ممكن تتهدى على دماغنا في اي وقت مع نفسكم بقى المهم الصور قاعد يتهدى بعدها بقى حتة حتة وعلى مدار قرون هو كمان بدأ يتفكك ويتكسر ويتاخد منه الطوب عشان الناس تستخدموا في بونا حاجات تانية لغاية ما على نص القرن الثمنتاشر كده يعني حصلت حاجة هناك خلصت عليه بقى خلص يعني كان فيه حرب هناك وقتها وكان فيه مشير في الجيش عاوز يلحقين القواته ومدافعه وسرعة لكن وجهته مشكلة انه محتاج يبني طريق سريع عشان الموضوع تت وفعلا يتبنى الطريق باستخدام الحجارة بتاعت الصور ده او اللي باقي منه الطريق كان طوله تقريباً 48 كم فمتخيل معايا حجم الحجارة اللي اتكسرت واتسحبت من الصور عشان الطريق ده يتبنى صور اثري بقى له قرون طويلة موجود بيجي واحد عسكري يقرر يهده عشان طريق او كوبري يعني واخيراً بيجي القرن التسعة عشر وبيبدأ الناس يخطوا بالهم من اهمية الاجزاء اللي فضلة من الصور وبيعتبروا منطقة اثرية ومزار سياحة والحد النهاردة الصور ده يعتبر شاهد على تاريخ طويل من اللي احنا وهم وحالة التأسيم والاختلاف اللي موجودة في ازهان بعض الناس في المنطقة دي ولتأسيرها ممتد لحد النهاردة رغم انهيار سور هادريان من سنين طويلة المملكة المتحدة ما نقدرش نعتبرها نموذج مصغر للتأسيمات اللي حصلت في اوروبا صحيح ان في اختلافات كتير في طبيعة الشعوب داخل المملكة المتحدة نفسها لكنها فضلة متحدة في كيان واحد لمئات السنين البريطانيين اثبتوا للعالم كله ان فكرة احنا وهم متأصلة جداً في اوروبا واكبر دليل على كده خرار الاغلبية في بريطانيا في 2016 من هما يخرجوا من الاتحاد الاوروبي لكن عشان ناخد فكرة عن الاختلافات والتأسيمات بين شعوب المملكة المتحدة تعالوا نلقي نظرة سريعة كده على تاريخ العلاقة بين انجلترا واسكوتلندا كمثال يعني اول خناء حصلت بين البلدين كانت في القرن 13 لما الملك الانجليزي ادوارد الاول طالب باسكوتلندا وقرر يضمها الحكم بعد كده يعني في بداية القرن 14 طلع جدع اسكوتلندي كده اسمه روبرت بروس حكم اسكوتلندا وقدر يستقل بها عن انجلترا وفضلت بقى منواشات وحروب على حدود البلدين كل فترة في بداية القرن 17 بقى يعني البلدين رجعوا تاني يقربوا من بعض لما ملك جيمس السادس ملك اسكوتلندا قدر يجمع البلدين في كهين واحد وسموه الانجليز جيمس الاول ساعتها لانه كان اول جيمس يعد عليهم وفي بداية القرن 18 حصل رسمياً اتحاد بين البلدين والاتحادة بقى ليه قوانين داخلية تنظمة لكن رغم كل ده اغلب الشعب الاسكوتلندي يعني فضل حاسس انه مختلف وليه قومية مميزة ومختلف عن الانجليز وده طبيعي اسكوتلندا فيها رجالة بيلبسوا جيبة لحد النهارد ودي حاجة الصراحة بتميزهم عن العالم كله مش الانجليز بس يعني نقدر نقول ان الشعب الانجليزي والشعب الاسكوتلندي منحدرين من عرقيات مختلفة لكن اللغة اللي بيتكلمها الاغلبية دلوقتي الانجليزي تعتبر عامل مشترك قوي رابط الشعبين ببعض صحيح اختلاف اللهاجات واضح وبيقدروا يميزوا بعض عن طريقهم زي ما احنا كده ما بنميز لهجة الناس في الصعيد لكن هتفضل اللغة من اهم واقوى اسباب لاتحاد والتماسك بين افراد اي شعب بعد اتحاد اسكوتلندا وانجلترا في كيان واحد فضلت اسكوتلندا محافظة على انظمة التعليم والقضاء فيها يعني مثلا القضاء في انجلترا كان بيحكم على المتهم بطريقة مزنب ولا غير مزنب لكن في اسكوتلندا كان فيه تصريف قضاء ثالث اسمه غير مثبت اللي هو مش عارفين له صراحة هو مزنب ولا لأ جنس ثالث وفضلوا البلدين متحدين مع بعض وبيتحكموا بنفس الطريقة ونفس الحكام لحد اخر القرن التسعة عشر لما بقى فيه منصب اسمه سكيرتير اسكوتلندا ده يطلع ايه ده ان شاء الله صلاحياته ايه يعني هو الحقيقة بدأ يعني منصب صغير كده على قد ما اسم بقى يعني سلطات وصلاحيات محدودة واغلبها تنظيمية مش اكتر لكن بعد كده المنصب ما شاء الله يعني كبر واتطور وبقى اسمه وزير خارجية اسكوتلندا سنة 997 حصل استفتاء شعبي اقر بوجود سلطة تنظيمية داخلية في اسكوتلندا وبعدها بسنة اتعاملت قوانين خاصة في اسكوتلندا ونشأ اول برلمان تنفيذي وفي 2007 استعادت السلطة التنفيذية في اسكوتلندا مصطلح حكومة وفعلا تم الاعتراف الدولي بالمصطلح ده في 2012 ايه ده؟ بحظة كده يعني ايه حكومة اسكوتلندا يعني هما ليهم حكومة خاصة غير حكومة المملكة المتحدة يعني ممكن ياخدوا قرارات يعني ضد قراراتهم الحقيقة اللي جابة على السؤال ده يعني معقدة قوي هتدخلنا في تفاصيل كتير يعني لكن نقدر نقول باختصار كده ان فيه قوانين بتنظم كل حاجة وبتحدد بالضبط تفاصيل صلاحيات حكومة اسكوتلندا واللي اغلب سلطتها بتكون في امور تنظيمية داخل البلد لكن في السياسات الخارجية والاقتصادية والامور الكبيرة طبعا بتكون اليد العليا لحكومة المملكة المتحدة ودي ميزة من مميزات كتير موجودة في الدول الديمقراطية بس اللي فيها كل حاجة واضحة وبشفافية كبيرة جدا وكمان متوزع فيها السلطات على قطاع كبير من الشعب وفيها حرية صحافة وحرية تعبير وحقوق انسان الباكت جيادة اللي بييجي مع النظام الديمقراطي واللي ما نسمعش عنه احنا في جمهوريات العجوة بتاعتنا في 2014 بقى الحكومة بتاعت اسكوتلندا عملت استفتاء شعبي لخروج بلدهم من المملكة المتحدة يعني لو الاستفتاء ده كانت وافق عليه كان زمان المملكة المتحدة خسرت الدولة بحجمه وقيمة اسكوتلندا لكن اللي حصل ساعتها ان الاحزاب البريطانية وعدت بزيادة السلطات والصلاحيات للبرلمان الاسكوتلندي والموضوع ده حصل يعني يا دوبك قبل يومين بس من التصويت على الاستفتاء وكان له اثر كبير يعني ان 55% من الشعب الاسكوتلندي صوتوا لصلاح البقاء جوه المملكة المتحدة وفعلا الوعود تنفزت والبرلمان الاسكوتلندي بقى في ايده سلطات اوسع وخد يعني شوية مكتسبات محترمة زي ادارة شرطة النقل في اسكوتلندا وان نص حصيلة ضريبة القيمة المضافة في اسكوتلندا تفضل تحت تصرف البرلمان ويصرفها على شؤون اسكوتلندا الخاصة فالت النغمة السياسية بتاعت استقلال اسكوتلندا عن المملكة المتحدة واكبر دليل على كده ان الحزب الوطني الاسكوتلندي اللي كان شايل موضوع خروج اسكوتلندا من المملكة على دماغه وزاعي بدأت شعبيته تتراجع وفي الانتخابات اللي بعدها نزل عدد الكراسي اللي حصل عليها اعضاء جوه البرلمان الاسكوتلندي من 56 ل35 كورسي بس وده معناه ان موجة الاستقلال دي هديت وما بايتش تشغل بال يعني اغلب الاسكوتلنديين على الاقل لحد دلوقتي صحيح الهوية القومية الاسكوتلندية قوية جدا لكن مش لدرجة تهدد اتحاد المملكة وخصوصا كمان ان اغلب الشعب في اسكوتلندا عارف مميزات الاتحاد وفويده على بلدهم في كل المجالات تقريبا وعشان الصورة توضح اكتر تعال اناخد مثال كمان على التأسيمات والفروق بين الناس في المملكة المتحدة وبالتحديد يعني واحدة من اوضح وابشع تجليات مبدأ احنا وهم جوه المملكة المتحدة ويمكن في العالم كله يعني ايرلندا الشمالية ايرلندا الشمالية تعتبر اصغر مساحة في المناطق الرئيسية الاربعة في المملكة المتحدة يعني بيتمثل تقريبا اقل من 6% من مساحة بريطانيا كلها وعايش فيها قرب الاثنين مليون مواطن قبل سنة 1921 ما كانش في حاجة اسمها ايرلندا الشمالية يعني كانت جزء من مساحة كبيرة محتلة من البريطانيين اسمها ايرلندا لكن في السنة دي تحديدا اتقسمت المساحة الكبيرة دي لجوزئين ايرلندا الشمالية اللي فضلت تحت حكم بريطانيا وانضمت للمملكة المتحدة وايرلندا الجنوبية اللي قدرت تستقل بعدها بسنة وتفضل لحد دلوقتي دولة مستقلة وتابعة للتحاد الأوروبي سيبك بقى من الاستقل دي وخلينا في ايرلندا الشمالية اللي زي ما وضحنا هي جزء من المملكة المتحدة السكان في ايرلندا الشمالية يعني نقدر نقسمهم بشكل رئيسي لطيفتين اغلبية من الفروتستانت ودول عرقيا يعني يعتبروا احفاد الانجليز والاسكوتلنديين وعاوزين يفضلوا جزء من المملكة المتحدة واقلية من الكاثوليك ودول اغلبهم قوميين عاوزين يستقلوا عن المملكة ويتجمعوا في دولة واحدة مع جارتهم ايرلندا الجنوبية زي زمان لكن مفيش تصور واضح عندهم يعملوا كده ازاي لحد دلوقتي حصل بين الطيفتين دول نزاع مسلح استمر حوالي 30 سنة بحالهم بدأ في اواخر السيتينات واستمر لأواخر التسعينت يعني نقدر نعتبرها كده حربة اهلية عديقة كده راح فيها اكتر من 3500 مواطن من الطرفين ده غير حوالي 50 الف جريح لحد سنة 1998 لما حصل اتفاقية سلام سموها الجمعة العظيمة وفعلا تم واقف ضرب النار وبقى فيه حواجز واسوار كتير في العاصمة بيلفاست عشان ترسم حدود واضحة بين الاماكن اللي متجمع فيها اغلبية الطيفتين صحيح يعني نظريا فيه سلام لكن فيه كمان انقسام واحتقان بين الطرفين والاسوار والحواجز دي رغم يعني اسميا كده بيتقال عليها جدران السلام الا انها في الحقيقة جدران خوف وتفريق ونزاع بين مواطنين بلد واحدة الوضع في ايرلندا الشمالية هو اكبر مثال على فكرة احنا وهم في المملكة المتحدة كلها فيه اكتر من 100 جدار وحاجز في ايرلندا الشمالية لدرجة النساعات يعني بتيجي افواج سياحية مخصوص تتفرج على الحواجز دي وتتصور معها يعني صحيح الوضع حاليا اهدى من ايام النزاع والحروب لك ما نقدرش نقول انه وضع مستقر لان مع السلام الشكل ده فيه خوف وترقب وتخوين وعداوة وطائفية وما فيش اي اندماج حقيقي بين البروتستانت والكاثوليك في ايرلندا ودي حاجة اكيد بتأثر بالسلبة على بلد كلها في كل المجالات لو جيت بصيت على نص المدارس في ايرلندا الشمالية هتلاقي ان نسبة الطلاب فيها من نفس الطايفة بتوصل ل95% يعني نص مدارس البلد بتبقى باغلبية كاسحة بروتستانت يا اما اغلبية كاسحة كاثوليك وده مثال بسيط كنا على الاحتقان هناك بين الطايفتين لدرجة ان اكتر من نص الاهل هناك بيدخل ولادهم مدارس معينة بحيث يقللوا اختلاطهم بولاد الطايفة التانية واتكلمنا عن المدارس بالذات لان ده المكان اللي بتربى فيه الاجيال الجديدة وبيتم تشكيل افكارهم وبتتكون فيه جزء كبير من شخصيته النزاعات المسلحة وقفت من 25 سنة تقريبا لكن لسه حالة التفريق وتأسيم الناس موجودة هناك ومتوقع انها تستمر كمان رغم جهود الحكومة هناك انها تقلل الحالة دي وتوصل لحالة سلام مجتمعي حقيقي زمان كانت نسبة البروتستانت الاغلبية للكاثوليك الاخلية حوالي الضعف لكن في 2011 اتعمل تحديث لتعداد السكان هناك والنسب كانت 41% بروتستانت و40% كاثوليك والباقي ديانات مختلفة وده معناه ان نسبة الكاثوليك زادت جدا وبالتالي نسبة القوميين اللي عاوزين انفصلوا عن المملكة المتحدة زادتها كمان ومش بعيد في المستقبل يحصل استفتاء شعبي ونلاقي ايرلندا الشمالية اخدت شنطتها ولمت هدومها وثابت المملكة المتحدة وده طبعا يعني ممكن يشكل كابوس لبريطانيا لان بعد البركزيت والخروج المستعجل للمملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي ما بقاش فيه اي حدود برية بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي غير الحدود اللي بين ايرلندا الشمالية وايرلندا الجنوبية فلو فعلا خرجت ايرلندا الشمالية ده يخلي بريطانيا معزولة تماما وما فيش اي طرق برية بينها وبين باقي دول الاوروبا وعشان كده يعني فيه اراء كتير بتقول ان صعب اوي لندن تفرط في ايرلندا الشمالية تحت اي ظرف اتكلمنا عن بريطانيا او المملكة المتحدة وعن تاريخها من ايام كانت مستعمرة بريطانية لحد النهار واتكلمنا كمان عن صور هادريان وتاريخه الطويل وعن اسوار تانية كتير في بريطانيا اتكلمنا عن الحواجز النفسية اللي لسه موجودة عند بعض شعوب المملكة المتحدة هل ممكن الاسوار دي كلها تتهد وتتحول شعوب بريطانيا لنسيج واحد رغم كل الاختلافات اللي ما بينهم وهل ممكن الدول واحدة واحدة تخرج من تحت التاج البريطاني ونشوف بريطانيا بتتعرض لنفس اللي عملته في الاتحاد الأوروبي ولا الحرية والديمقراطية هناك ممكن يطولوا عمر المملكة ويحافظوا على الكيان الكبير ده لسنين طويلة قدام الزمن بس هو اللي قدر يجاوب على السئلة دي كلها لأن كما تعلمون هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول فنشوفكم على خير إن شاء الله